ما ذالت الأفراح مستمرة وما ذال الحديث مستمر كاس أفريقيا كاس أفريقيا الحقيقة يمكن أنا من الحمد لله والشكر لله أنا كنت من الناس اللي شالت هذا الكاس وأنا في الملعب ومرتين تلات مرات تقريبا وأنا في الملعب وبرى الملعب حوالي تلات مرات حتى الآن إن شاء الله ربنا يدمها ونفضل نشيل هذا الكاس عشر خمستاشر عشرين مرة كمان يعني نتمنى دائما المهم أننا أن النادي الأهلي هو من يفوز دائما بالألقاب المهم أننا نشيله والنادي الأهلي هو الفائز بالألقاب المهم أننا نشيله وأن جمهوري النادي الأهلي يكون هو اللي في ظهر نديه كالعادة هو اللي مساند لناديه هو الكبير يظل دائما النادي الأهلي هو الكبير في أفريقيا وما زال الجميع يقف وينحني الحقيقة يعني أمام كل هذه الإنجازات إنجازات القلعة الحمراء التي لا تعرف التوقف فريق لا يمل من التواجد على منصات التتويج فريق يعرف كيف يصنع المجد خلي بال حضرتك اللي قدامك ده مجد كاس اللي قدام حضرتك ده كاس المجد كاس الأهم في البطولات الإفريقية الأهم إفريقيا تخيل حضرتك أن احنا في الخمس سنين الأخيرة بنوري لحضرتك الكاس ده داخل قناة النادي الأهلي لمدة أربع سنوات تخيل حضرتك أن النادي الأهلي بيفوز بهذا الكاس في آخر خمس سنوات أربع مرات تخيل حضرتك ويعرف كيف يضرب النادي الأهلي الأرقام القياسية الواحد تلو الآخر عظمة النادي الأهلي بتبان قدام حضرتكم في هذا الكاس هذا الكيان الشامخ اللي يعتبر ظاهرة فريدة من نوحة تستحق الدراسة النادي الأهلي يستحق الدراسة يستحق أن يدرس في مناهج التعليمية رحل هيديكوتي استمرت الإنجازات والبطولات رحل كابتن جهر الله يرحمه رحل كابتن عبدو صليح الوحش الله يرحمه ثم رحل جوزيه ثم رحل كابتن حسام البدري ولكن هيمنة النادي الأهلي على جميع الفرق الأفريقية والبطولات الأفريقية اللي بيخش فيها واضحة استمرت البطولات رحل المسيماني وانتهت القضية انتهت القضية في أرض الملعب ولكنها عالقة في أذهان الجميع ثم جاء أثعل بالسويسري مارسيل كولر وبيفرد سطوته على البطولات الواحدة تلو الأخرى محليا وقريا هو ده السر اللي أنا بتكلم فيه دايما عشان كده كل يوم حضراتكم بتلاقونا بشغف جديد هناك سر دائم داخل هذا الكيان الشامخ محدش يعرفه إلا اللي بيحبه ومن قلبه مش من حاجة تانية مش اللي بيحب بالعقل اللي بيحب من قلبه كلنا كنا زعلانين إن إحنا قبل المباراة يعني أو كنا مش عارفين هل حنشيل الكاس دا ولا لأ كان عندنا ثقة كبيرة في كل اللاعبين ولكن الثقة الأكبر كانت في جمهور محترم وكبير الاحترافية المطلقة اللي موجودة في النادي الأهلي الاحترافية الفريدة اللي موجودة داخل النادي الأهلي النادي الأهلي ولد ليكون عملاقا من 1907 وحتى الآن يظل النادي الأهلي هو الأساس في كل شيء كل حاجة حلوة في الرياضة المصرية تجد أن النادي الأهلي أو لاعبي هم طرف فيها النادي الأهلي هو الأفضل النادي الأهلي هو الأحسن النادي الأهلي هو بطل إفريقيا ترجمة نانسي قنقر